اهلا بحضرتكم ونشرة اخبار ظهيرة من تلفزيون اليوم السابع والى التفاصيل ونبدأها بتفاصيل هامة لسكان محافظة قاهرة حيث بدأت المحافظة اليوم صرف تعويضات المواطنين سكان العقارات بمصاري توسعة الطريق الدائري وذلك عبر مكاتب البريد وتواصلت اجهزة محافظة قاهرة اعمال ازالة العقارات الملاصقة للطريق الدائري ضمن خطة توسعة الطريق بعد صرف التعويضات للمتدررين حيث ان اجمال التعويضات المالية بلغت حتى الان 250 مليون جنيه تقريبا موزعتا على مناطق واحياء القاهرة المفتلفة اما بخصوص لقاح كورونا فنخبركم بان وزارة الصحة اكدت ان العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بتطعيم اصحاب المعاشات وكبار السن ضد الفيروس كورونا والتي تقوم بالتمركز امام مكاتب البريد ومقار صرف المعاشات والتأمينات بجميع محافظات الجمهورية ستؤدي مهامها فترة من واحد وحتى عشر من كل شهر تيسيرا على المواطنين كبار السن واصحاب الامراض المزمنة واضافت الوزارة ان العيادات المتنقلة مزودة بمدخل بيانات لتسجيل اصحاب المعاشات على المنظومة الالكترونية لتلقي اللقاح فضلا عن توافر كافة سبل الدعم اللوجيستي اللازم لاجراءات عملية التطعيم وتشمل صندوق حفظ اللقاح ونمازج الموافقة المستنيرة فاكرت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية بالاضافة الى اجهزة قياس الضغط والسكر لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين قبل تلقي اللقاح والى محافظة البحر الاحمر حيث تم صباح اليوم الخميس اغلق الحركة الملاحية بميناء الغردق البحري والانشطة البحرية المحيطة بها نظرا لسوء احوال الطقس وسرعة الرياحة وكذلك ارتفاع الامواج واكدت محافظة البحر الاحمر في بيان لها ان ميناء سفاج البحري يعمل بصورة طبيعية وان الحركة البحرية به تسير بشكل طبيعي دون اي تأثر بسوء احوال الطقس واعالميا هناك واقعة غريبة بالولايات المتحدة الامريكية حيث افاد مسؤولون امريكيون ان رجل اطفاء قتل زميلا له بالرصاص واصاب اخر بجروح في مقر عملهم بولاية لوس انجلوس قبل ان ينتحر خارج منزل القريبة بينما اشتعلت نيران في المنزل وقالت ادارة الاطفاء ان هناك اطلاق النار وقع في محطة الاطفاء بمنطقة اجودونسي السحراوية التي تبعد نحو سبعين كيلو متر الى الشمال من لوس انجلوس فيما اشارت السلطات الى انها لم تحدد بعد الدافع المحتمل وراء الحادث واكتفت بتعريف المسلح المشتبه به بانه رجل اطفاء عاد الى المحطة بعد انتهاء عمله لاسباب غير معروفة ثم فتح النار على زميليه في العمل وفنيا كشفت مصادر مقربة للفنان شريف ديسوئي انه منع الاطباء باحد المستشفيات الخاصة للتأهيل النفسي الزيارة عنه لاهمية مرحلة العلاج التي يخوضها اي عامل خارجي قد يؤدي الى تراجع حالته النفسية واكدت المصادر انه بمجرد انتهاء مرحلة العلاج النفسي سيبدأ مرحلة العلاج الطبعي قبل ان يبدأ في اجراء بروفات على الطرف الصناعي عقب التقام الجرح جراء العملية الجراحية والى اخبار الرياضة حيث استقر مسؤول النادي الاهلي على الصفر الى تونس بطائرة خاصة لتجنيب اللاعبين مشقة السفر والارهاق التي تصاحبهم بسبب طول رحلات الصفر داخل قارة افريقيا ويرغب الجهاز الفني للاهلي في الصفر الى تونس قبل موعد المباراة باربع او خمس ايام للتعود على الاجواء في تونس وتأقلم على حالة التقس هناك قبل المباراة التي تجمعهما يوم السبت الموافق التاسع عشر يونيو الجاري في ذهاب نصف نهاء دور افطال افريقيا لرغبة الجهاز الفني في تحقيق نتيجة ايجابية قبل خوض لقاء الاياب بالقاهرة يوم السابع عشرين من يونيو ونختتم نشرة الظهيرة باحوال التقس حيث تتوقع هيئة الارصاد الجوية ان يشهد اليوم الخميس انخفاضا في درجات الحرارة حيث يسود تقس المائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وموتدل على السواحل الشمالية وعن حالة التقس ليلا فيسود تقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وأيضا شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وبالنسبة لدرجات الحرارة القاهرة العظمى 32 والصغرة 19 أما الإسكندرية العظمى 26 والصغرة 19 وأخيرا أسوان العظمى 40 درجة والصغرة 26 درجة إلى هنا تنتهي نشرة أخبار الظاهرة شكرا لطيبة المتابعة وانتظرونا في تغطية جديدة على مدار اليوم من تلفزيون يومستجع إلى اللقاء شكرا لطيبة المتابعة